بعد ان اشتاز فريق القوة الجوية محطة العهد اللبناني بات علي تصحيح بعض الهفوات من خلال متسع الوقت المتبقي للمباراة النهائية لغرب القارة مع الجزيرة الاردني انجز العبور من محطة العهد اللبناني في مجموع المبارتين وحلق السقر الجوي عالية في سماء غرب اسيا بتفوق واستحقاق ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الاسوي ونال الفريق ما يريد اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية والمحصلة كانت الوصول لمباراة نهاء غرب القارة مع الجزيرة الاردني النهاء المرتقب بين ممثلي غرب القارة صفراء سيقام في شهر تموز المقبل هذا المتسع من الوقت المتبقي على اقامة المواجهة الختامية يتيح للبيت الجوي والكادر التدريبي تصحيح الهفوات وتقوية خطوط الفريق لان انظار ممثل الوطن تصب الان نحو التتويج باللقب الثالث على التوالي لمعادلة رقم الكويت الكويتي في عدد الالقاب لان امال الجماهير كبيرة ورحلة الحصول على النجمة الثالثة ستكون انطلاقتها من بوابة المباراة النهائية لغرب القارة خصوصا والمتأهل سيكون سعيدا لان المواجهة الختامية بين غربي وشرق القارة ستكون على ارضه في هذه النسخة مؤيد الهاوي قناة العراقية الرياضية بغداد